اليوم تعالوا أحكي لكم كيف أقدر أستعمل الموز اللي استوى زيادة عن اللزوم ما حدا قابل يأكلوا بالبيت تعالوا معي لنشوف هاي الكريمة ثابتة قوامها كتير كتير ناعم نستعملها للتزين للتغليف وكمان لحشوق الكيك على فكرة كمان كمية الزبدة فيها كتير كتير قليلة وما فيها شوكولاتة نبدأ مع بعض المكونات رح أنزلها بصندوق الوصف تحت الفيديو مباشرة رح أبلش على درجة حرارة متوسطة أجيب وعاء أحط فيه كمية الزبدة القليلة وبعدين أنزل عليه الموز رح أحرك كتير كتير منيح يعني تقريبا 3-4 دقايق وبعدين رح أضيف الليمون وأنزل درجة الحرارة كتير كتير يعني تصير خفيفة درجة الحرارة بستعمال شوكا رح أهرس الموز لحتى يصير بهذا القوام وبعدين رح أعلي النار عليه تقريبا على درجة حرارة كمان مرة متوسطة تقريبا إدئتين ثلاثة لحتى يصير بهذا الشكل هيك يطلع شوية فقاعات الآن بوعاء منفصل رح أحط صفار البيض النشا الحليب والسكر ورح أحركهم كتير كتير منيح وعلى البارد يعني بدون استخدام أي نار أنا بس حطها هيك على النار بس ما مشغلة زي ما أنتوا شايفين طافي رح أحركه مع الموز والليمون المهروس وبعدين باستخدام الميكسر بأضربه كم من ضربة لحتى يصير بهذه النعمة الآن برجع بشغل النار على درجة حرارة متوسطة وبحرك باستمرار أبدا ما تتركه في هاي المرحلة لأنه بسرعة بيحترق إذا أنتم لاحظين أنه بلش يتقل يعني بياخد تقريبا ثلاثة أربع دقايق بيصير قوامه كتير كتير تقيل ومطاطي الآن رح تشوفوا بالفيديو شو أصدي عند هذه المرحلة رح أرفعه عن النار رح أجيب مصفاية ورح أنزل الخليط على المصفاية وتحتها طبعا ويعاء لحتى أصفيها تماما طبعا هاي الخطوة بتقدروا تستغنوا عنها ولكن اللي حابب يحصل على كريمة ناعمة يعملها الآن رح أغلفها بنيلون وأتركها بالتلاج 24 ساعة ثاني يوم جبت الكريمة السائلة وجبت بودرة كريم شانتي وخفقتها كتير كتير مع بعض منيحة زي ما أنتوا شايفين وهذا هو الخليط بعد 24 ساعة شايفين أدي قوامه جامد رح أخفؤ شوية صغيرة وبعدين رح أضيفه على كريم شانتي وأخفؤ كل المكونات مع بعضها طبعا في عندي نقطة كتير مهمة بتقدروا تستخدموا مع بودرة كريم شانتي الحديب بدل الكريمة السائلة للناس اللي ما عندها كريمة سائلة أو صعب إنها تحصل عليها بس بتكون الكريمة بعد ما تخفؤوها كلها بشكل عام بتكون يعني أقل تماسك من الكريمة اللي أنتوا شايفينها بالفيديو طيب الآن لو جربتها بالأقمع كيف رح يكون الشكل طبعا أكيد الصوار بتتكلم كريمة ثابتة ممتازة شوفوا حتى لو بدي أقلب الصحن ما بتنزل منها أدي هي ثابتة وطعمها كتير كتير طيب وهي وصفتي لليوم إن شاء الله تكون عجبتكم إذا عندكم أي سؤال اكتبولي في التعليقات رح أجاوب إن شاء الله بسرعة على قد ما أقدر شكرا من القلب لكل تعليقاتكم الطيبة ودعواتكم الحلوة اللي بتوصلني وشكرا على المشاهدة